الأمور الأخرى اللي أعطاني إياها وطلب من عندي أن أوثقها موجودة عندي قاعدة أشتغل عليها لحد الآن ما أنجزت يعني؟ لا 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 بعد شنو أبرز ما إجابيها يعني؟ تقريبا كل ما جرى بالمعتقل وحتى ما يتعلق بالجوانب القانونية دفوعها ما يتعلق بمخاطباتها للرسالة للشعب الأمريكي من داخل المعتقل بعضها يتعلق باللقاء المهم اللي جرى بينه وبين بوب دول سنتور الأمريكي أعتقد هذا اللقاء جرى بالعام 1989 يعني قبل قضية الكويت هذا اللقاء كان مفصلي يعني كان لقاء مفصلي ما بين استقرار العراق والفوضى اللي عمت العراق هل تضمنت المذكرات ندم على اجتياح الكويت؟ بعض المتصيدين يحورون الكلام بأن الرئيس يعني خليل قول الرئيس وقال ندم على دخول الكويت الرئيس كان دائما يكرر يعني أمام باللقاءات من ينذكر موضوع الكويت متأثر على اللي حصل على التداعيات اللي حصلت عن نتائج نتائج كارثية صارت على المنطقة اللي نكون واقعين وعلى النتائج يعني ألقت بظلالها على العلاقات العربية وألقت ويتحملون المسؤولية كل الأطراف اللي كانوا سبب أزمة الأزمة اللي وصلها يعني ما كان ندم ما كان ندم على قرار اللي اتخذ قال دائما قال الله يعني قصدك اللي يقول queue من داخل العراق ومن خارج العراق الرئيس كان دائما يكرر عبارة من ذكر موضوع الكويت سامح الله من كان السبب سامح الله هو يقول ويعيدها ثلاث مرات سامح الله من كان السبب لربما يقصد الكويتين أنهم كانوا أستاذهم لا لا السبب عدة أطراف وأبرزهم حسن مبارك الزعيم العربي المحرض الوحيد على دخول الكويت حسن مبارك وكل الزعماء العرب بدون استثناء وأكثرهم انزعاجا من موضوع دخول الكويت الملك حسين رحمه الله والقذافي الله رحمه كل الزعماء العرب أراضوا دخول الكويت المحرض الوحيد هو يقول لدخول الكويت هو حسن مبارك يعني لعب دور مزدوج بالتحريض على الأسلحة السلاح الخاص ولعب دور بتحريض الأمريكان على غزو العراق ولعب دور بتحريض على دخول الكويت ولعب دور على تدمير جيش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر